من هو منفذ التفجير في مدينة أعزاز وما هي الجهة التي تقف خلفه وما هي الخطط الأمنية في المدينة وكيف سيتم حماية المدنيين في عيد الفطر السعيد كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا من برنامجكم قضايا تابعون تعد مدينة أعزاز من المدن الهمة في ريف الشمالي لمدينة حلب ومن أكثر المدن ازدحاما في المنطقة وشهدنا في الأيام الماضية حدوث التفجير الذي أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر في السوق الشعبي للمدينة ما شكل حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي في الأسواق وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر السعيد فما هي الخطط الأمنية الموجودة والتي تتطبقها الجهات الأمنية في مدينة أعزاز من أجل حماية المدنيين في الأيام المتبقية من رمضان وأيضا في عيد الفطر السعيد للحديث والحوار حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الستوديو الأستاذ رأفة إجنيد مسؤول العلاقات الإعلامية في الجبهة الشامية أهلا وسلام بكم أستاذ رأفة سنشاهد المادة التي عدها فريق البرنامج ومنعود الحديث والحوار ترجمة نانسي قنقر هذه هي السيارة التي انفجرت في مدينة أعزاز تقوم فرق الأمن الجنائي والجهات الأمنية بتفحص وأخذ عينات من أثر الانفجار الذي حصل الانفجار حصل في زخم زدحمة خصوصا في نهايات شهر رمضان وعادة هذه الأسواق هي أسواق مكتظة جدا بالمتبضعين والناس الذين يشهرون لأولادهم ملابس العيد أهلا وسهلا بكم أستاذ رأفة أولا لو تضعنا بصورة عامة من هو منفذ التبجير وما هي الجهة التي تضق في خلف هذا التبجير التي حدث في مدينة أعزاز أول شيء حياكم الله وشكرا جزيلا على هذه الإصطافة فرنامشكم طبعا يعني مشكلة المشاهدين للقناة الحلب اليوم اللي قاموا بالتبجير في أعزاز إنه شخص من حمص من باب عمر وشخص من ضيعة صغيرة اسمه يغد العديس من ريف الشخصين المقيمين في أعزاز حاليا يعني كانوا أثناء قبل التبجير مقيمين بأعزاز لأنه بيحكم عملا عنده مكتب شحن بيشحنوا البضايع من مناطق المحررة إلى مناطق قسد المناطق منبيج والمسيطرة لها من قبل قسد فيعني ممكن صار نحن يعمر علينا أكثر من قضية بهذا الأمر أو أكثر من التبجير بيكون بنفس الطريقة بأنه أشخاص بتروح من مناطق المحررة إلى مناطق منبيج فبيصير في بناتهم تعامل يعني نرجع لفكرة أنه ما ممكن مباشر يجي الشخص اللي ذكره اسمه محمد طبعا هني ما بيعطوهم أسماء الحقيقية بيعطوهم أسماء وهمية عطاء العبوة وقال له أنه هي في دولة بيدك محتوطة بدك تفجرها بعفرين هاي ما بتجي بنهاره ليلي هذا بيجي بعد عمل مستمر وتسهيلات القسد بتخدمها لبعض ضعاف النفوس اللي عبروحوا لعنه يعني أنه مرأ له حمل مو نظامي مرأ له كذا مرة انتين ثلاثة فأول شي ببنوا معه العلاقة والصداقة بعدين بداروا بطلبوا منه أو بيعني بيشوفوا إيش ممكن يسيطروا عليه فبيعرضوا عليه بنفس المساق نحن شفنا قضايا قتل سابقة بمئتين دولار بمئتين دولار يعني بمعادل مئتين دولار قتل شخص قتل رفيق وقبل يعني فيه لأمة وفيه واحد بعطوله واحدة اتجوزة وقتل من شانا يعني كمان فجر هنا حط عبتين من شانا وفجر يعني فيه شخص بعطوله خمسمائة ألف سوري يعني حسب كل واحد انه يعني هيك بيدوروا على الأشخاص اللي ممكن انه يتعاملوا معه ويبعثوا معهم للعباد نعم هو يعتمدون يعني اسلوب الترغيب للأشخاص دائما هذا اسلوبهم يعني في البداية بمنوا العلاقة والصداقة معهم بعدين بياخدوهم بمنحة انه تفجر ويعني فيه احدى الخضايا السابقة اللي طبعا كنت مطلع عليها بشكل كامل عرضوا عليه انه يشكل فريق كامل خلية كاملة يعني من أشخاص وقتل على كل شخص بقتلو بياخدو خمسمائة دولار على اي ارض زراعية ممكن انه يحرقوه كان موسم يعني كان عندنا موسم الحنطة والشعير وليه على اي ارض ممكن انت تحرقه بياخد 300 دولار طبعا بس بتحرقه وبتوسق له ويعني فكانوا يعطينا صلاحيات ونشكل خلية كاملة بالمدر هل هو الهدف يعني ضرر الشعب في المناطق محرر بشكل عام يعني هلا انه اكيد يعني اكيد خلال واحد انه هو ضرر وبيدي دائما وصلوا للعالم انه هاي المناطق ما هي مناطق اميني ما هي مناطق انه تدار بالشكل الصحيح ما يعني بدهم دائما المواطن اللي عايشون يمشي هو خايف مرعوب نعم يعني هو دائما هذا اكيد هذا خياره الاول انه تضل المنطقة ما هي هادية طالما انه في تفجيرات بتضل المنطقة ما هو يعني لا بموضوع الاقتصاد ولا بموضوع اي موضوع تاني حتى موضوع الخدم ولا ما بدل مرتاح البلد بالعودة لموضوع يعني التفجير الذي حدث هل هو مخطط له مكان التفجير الطريقة التفجير التي حدثت بعد التحقيقات اما انها عشوائية كانت لا لا بها حسب الاعترافات اللي اعترفوها المجرمين اه هي التفجير بالبداية ان كان مدينة عفرين ولكن يعني نسأل الله السلامة الى هنا في مدينة عفرين اه تفجير في مدينة عفرين واصلانين مثل ما ذكر انه وصلوا على مدينة عفرين وحاولوا يفجروا على حاجز ترندي يعني حاجز ترندي وحاجز في مدخل عفرين من جهة ادلب ورجوا حاول انه يفجروا على حاجز بالشرطة العسكرية ولكن كمان ما يمشي الحال فاتوا يحاولوا يفجروا داخل مدينة عفرين لكن سبحان الله يعني هي كانت قزمت انه تتفجر في عزاز يعني فما غضوا يفجروا في عزاز يعني فرجعوا لهون اه بدي يخلصوا من العبة يعني بالاخير العبة لازم تتفجر معهم يعني بحسب الاتفاق بينه وبين الطرف التاني اللي هو قسد فنازلين على السوق كانت من نصيب انه شخص اللي حطوا له اياها بسيارته يعني الله يرحمه يتقبله اه حطوها بسندوق السيارة انا ظهريت السيارة واستنوا يعني زلمك كان اه صافف ايه وشخص من حريتان عنده محل قدرة فيه سجو الله يتقبله يعني شخص معروف وبيشهد له يعني العالم اللي زعلت عليه الغريب قبل القريب اللي زعله عليه لانه شخص جيد يعني معروف للمنطقة اللي حواليه او محيطه يعني اه فسبحان الله يعني نازل الزلمين مثل كل العالم نازل يشتري غراض لزوجته وولاده يعني يعني اياه فحطي له العبة واستنوا لمشي من المركز الثقافي باتجاه السوق المسؤوف فجروا قبل ما يوصي السوق المسؤوف نعم يعني لم يكن هناك يعني مكان محدد للترجير او حتى يعني يعني وقت محدد يعني لم تشترط عليهم لا 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 ما فيه ما فيه حتى اه كانوا لازم يفجروا قبل من هاد الوقت مشان يكون العدد اكبر من اللي راح يعني بس ولكن كمان ما اسعف الوقت في عزاز يعني الهدف الاساسي هو الضرر فقط قتل القتل القتل يعني هو كل ما اتى العدد اكبر كل ما بيكون رضاتهم عنه اكتر فهو بحاول انه يفجلون اياها في مكان حساس ويكون اقتصب الناس او ايه اول شي راح يدب الرعب في المدينة وتاني امر انه بيكسب رضاتهم فممكن انه اذا راح لعنده المرة تانية يعني ممكن انه يحصل مكاسب تانية عندهم موجودة في مناطق عسد نعم هنا يعني شاهدنا بعد التفجير انتشار امني كثيف وبدأت تتحرك يعني المجموعات الامنية في مدينة عزاز وتم القاء القبضة على المجرمين نعم في الفترة يعني ليست بكبيرة كيف تم التعرف على هوية المجرمين والقاء القبضة عليه التفجير صار بطاريخ 31-33 الساعة 12 و 25 يعني بالتحديد اه مباشر هلا نحن معروف يعني بمنطقة عزاز وريفة او المناطق اللي تاب على سيطرة الجبهة الشامية بشكل عام بيكون في خطط امنية موضوعة من من نص رمضان تقريبا بالدورة بيشتغلوا عليها الشباب هو يعني بتكسيف الدوريات في الشوارع بقطع الطرقات ووضع الامنية طبعا بالتشارك مع الامن العام اللي موجود مع الشرطة العسكرية مع المفارز الامنية اللي موجودة في البلد يعني كل ياتي اسمه خليط يعني خليط الازمة للبلد فاجتمعوا من البداية وكانوا حاطين وابعين خطة امنية فبعدما صار التفجير مباشر تحركت المكتب الأمني الجبهة الشامية الشباب ما شاء الله عليهم كفاءة عالية في تنظيم في إدارة عندهم في شغل والشباب تعبانين على الجهاز الأمني من كتير مو يجزيهم الخير فخلال الوقت طبعا راجعوا يعني أنا برحة كنا جالسين أنا والمسؤول الأمني مراجعين أكتر من مية كاميرا يعني متابعين الأشخاص السيارات من عند اللي يدخلوا على العزاز لعند اللي صار وقت التفجير لعند الجذافة يعني كانت مدة زمنية ما شاء الله عليهم يعني الشباب ما أصدر نهيا بس ولكن تابعوا يعني شي مية كاميرا وضمن التحقيقات اللي عندهم والخبرات اللي موجودة عندهم يعني بيكون الأمر بالنسبة لهم أسهل من نحن نتخيل هن تعرفوا على المجرمين من خلال كاميرا هن تعرفوا على السيارة اللي كانت ماشي قدامه لأنه اني شافوها ملاحقته بأكتر من مكان يعني هي متابعته من البريد لمكان التفجير وقفت قدامه بعد ما تفجرت مشت السيارة فهذا بترك يعني دلالات عند الأمنيين يعني يعني بتعرف انت بيتابعوا كل التفاصيل اللي موجودة والأهم من هذا كله يا تو أنه الشخص اللي كان اللي فجر هو كان معتقل سابقا نعم وموقف سابقا بنفس التهمة بس ولكن عند اللي ان شاء الله أول مرة قال أنه كانت العببة موجودة بخزان الماظوط عنده بالسيارة بدون علمه أنه تم اعتقاله على حاجز قساد في منطقة منبيج وتم وضع العببة بدون ما يكون عنده علم وهذا الأمر خلاه يطلع يعني كان بعد فترة من السجن تم التعرف على المجرمين عن طريق الكاميرات من قبل يعني الجهاز الأمني كيف كانت هناك مداهمة أم اعتقال بشكل يعني مباشر للمجرمين أم كان هناك وقت يعني لمتابعته الشفاء من عند اللي عرفوا نوع السيارة بالبداية وراجعوا أنه لم من الأشخاص وصلوا للشخص للشخصين المطلوبين يعني ثلاثة أشخاص ولكن فيه شخص لحد الآن ما تم اعتقاله تم توقف شخصين شخصين فمباشر تم تشكيل دوريات وشيء يعني اللي ظهر بالفيديو هو كله حقيقي ما فيه أي يعني شيء تمثيل أنه دوريات لأنه نعم طلعت حركة دوريات فيه شخص اعتقلوا من سيارته في مدينة عزاز والشخص الثاني كان في بيته فتم داهمت المنزل وأعتقاله من المنزل فيه شخص ثالث كان هربين أو يعني خبير أو صار عنده علم فما هو موجود في المنطقة يعني حتى الآن ما هو موجود في المنطقة تم تعرف عليه على هوية هذا الشخص موجود لك أكيد يعني ضمن التحقيقات اللي عين معروف الشخص ومعروف وين مقيم ومعروف اسمه ومعروف بمن بلتقي ولكن يعني فلا ربما يكون لسة متخفي يعني أو لا يشوف يعني أكيد لأخوتنا الأمنيين ما المؤسرين راح يجيبوه إن شاء الله بإذبالها في الفترة إن شاء الله نعم ضيفي العزيز سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود للحديث والحوام أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيز الأستاذ رأفة إجنيد مسؤول على العلاقات الإعلامية في الجبهة الشامية أستاذ رأفة تحدثنا عن المجرمين وتم القاء القبضة عليهم وتم التحقيق معهم والانتهاء من التحقيقات مع المجرمين كيف سيتم محاسبتهم وهو سؤال المهم لدى المواطنين هناك حالة من الغضب نوعا مع الشعبي في مدينة عزاز وتطالب الشعب بشكل عام محاسبت هؤلاء المجرمين المحاسبة تكون عن طريق القضاء المدني أو القضاء العسكري يعني هلا نحن كجهة أمنية موجودة في المنطقة في منطقة عزاز يعني تم القاء القبضة على المجرمين والتحقيق معهم والضبط وسيتم تحولا للشرطة العسكرية ومن الشرطة العسكرية بتحولوا للقضاء العسكري يعني وبالأخير راح يأخذوا جزاونا عن طريق القضاء العسكري بإذن الله تعالى يعني نحن كنا منتمنى أنه يكون في عنا حكم أعدام يعني يأخذوا جزاونا العادل اللي هو يعني بالأخير أنه استشهد استشهدت أمرأة حامل واستشهد زوجها بعد كم يوم واستشهد طفل بأثناء التفجير يعني وعدة إصابات كالي فكنا منتمنى أن يكون يأخذوا جزاوه مباشر في أعدام في مكان العيبس ولكن في قضاءه وأكيد راح يحسبون وأكيد يعني نحن نمسق بقضاء الموجود عنه وإن شاء الله يعني بيأخذوا الجزاو اللي بيستاهلوا يعني تم دخال العبوية كما ذكروا المجرمين أو ذكرت حضرتك الآن يعني أثناء التحقيق أنا عن طريق يعني سيارة جحن كانت قادمة من منبيج وتم وضع العبو فيها من أليتهم سيارات بشكل دقيق وخاصة أنها قادمة من جهة يعني متهمة وقامت بأعمال تفجير كثيرة في المنطقة وتهدف أيضا يعني إلى إثارة الرعب في المنطقة هلأ أستاذ الكريم هلأ هو يعني بكل مرة بيكون في إدخال أو في طريقة إدخال جديدة للعبوات أو للمخدرات يعني اللي بتابع الجهاز الأمني سابقا أنه بزيتون مرة دخلونا مخدرات مرة دخلونا في صوبات كان بفصل الشتاء على تقوله دخلونا بصوبات يعني رجع في مرة دخلونا بخزانات الموزوت يعني هن كل مرة بيلاقوا طريقة جديدة أو طريقة هاي اللي يدخلوا على المناطق هلأ اللي قائمين على المعبر أو إدارة المعبر ضمن إدارة الشرطة العسكرية فبعض الأخوة يعني ممكن أنه يمرق منهم هيك شيء أو يعني فبدا بس شوية أنه إدارة الشرطة العسكرية يعني هي ترجع تابع الموضوع المعبر ويكون فيه دخلو أكتر وتجديدة هذا الأمر وبالأخص السيارات اللي عب تيجي من مناطق قسد يعني معروفة أنه خلط يعني قولا واحدا رح يكون فيه شيء يضر المنطقة يعني فصلاحيات المعبر أكيد أنه في عندهم ترتيبة أو يعني هل تحتاج إدارة المعبر أو المعبر ممكن إلى معدات خاصة من أنواع خاصة الكشف على المخدرات أو غيرها من المواد المتفجرة نعم أكيد يعني هلأ بالمرتبة الأولى ما بعتقد أن يكون عندهم اللي هي أبسط شيء اللي هي مثلا كلاب بوليسية نخلي نقول أنه ممكن أنه تساعد بالكشف أو بالتفتيش أكيد الأجهزة اللي عندهم ما يكلها الأدمة تطورة يعني لألك أنه تكشف عبوة داخل دولاب يدك يعني وما ممكن أنه أنت كسيارة تدخد تفتش له دولاب ليدك أو تفكه أو تطلقش فيه أو يعني بالأخير السيارات عندنا كتير معبر هو يعتبر فيعني نسأل الله أنه الشباب يعني أنا متأكد أنه الشباب ببزلوا يعني أقصى جهد لا يحافظوا على أمان المنطقة ولكن في بعض ضعفاء النفوس هي اللي عبدت هي اللي عبدت سهل دخوليك شاهدنا يعني الخطة الأمنية في كل سنة يعني مشاهد بالشهر رمضان يكون هناك تكثيف من ذوريات في المنطقة استنفار عام للشرطة في المنطقة أيضا أغلاق لأسواق الخطة كانت موضوعة يمكن يعني ببداية شهر رمضان ولكن تغيرت نوعا ما بعد التفجير نعم يعني الخطة وكيف تغيرت بعد التفجير الذي حدث في المدينة هي دائما لك يعني نحن نرجع لفكرة أنه أنت بدك خطة أمنية تمشي عليها يعني من البداية بس ولكن ممكن أن نقول بعد التفجير هي زادت أو صار فيه يعني زيادة على الخطة الأمنية بس ولكن الخطة دائما موجودة والشباب دائما يعني أنتوا أو الشارع بعرف أو الموجودين بأعزاز بعرفوا أنه دائما 24 ساعة الأمنيات موجودة إن كان أخوتنا بالأمن العام للشرطة المدنية وإن كان الشرطة العسكرية وإن كان المختب والجهاز الأمني للجبهة الشامية موجودين دائما يعني على خدمة المواطن فيعني الخطة تعب تكون يعني الخطة اللي موضوعة بعزاز عب تكون على عاطق كل اللي موجودين في مدينة عزاز من الشرطة العسكرية للأمن العام للجهاز الأمني في الجبهة الشامية كله عبي يكون مشترك في عامل المدينة نعم اشتكى يعني بعض التجار وخاصة يعني بعد التفجير من إغلاق السوق بشكل كامل جميع المداخل والمخارج للسوق كان هناك إغلاق شبه تم للمداخل منع تقول السيارات حتى البطائع نوعا ما يعني في أوقات محددة ما ما هو يعني السبب أول هنا خطة يعني ممكن أن تكون أسهل على المواطنين والتجار يستطيعون تطبيقها يعني من قبل الجهاز الأمني نعم لا زينا نكون واضحين بهذه النقطة يعني بالتحديد أن تسكير الطرقات عب سير بكتلة إسمنتية يعني مشان أنت بتخفف عن حالك ضغط المشاكل اللي بيجيك يعني يعني بتعرف فلان دي يفوض أرايبو فلان دي يفوض ابن عمو فلان دي يفوض كذا فكانت يصير عدة مشاكل إذا كان طبعا حاجز يعني من عدة أشخاص فيصير بعض المشاكل فلأ ضمن الخطة الأمنية اللي وضعت للمدينة أنه خلاص تسكير بكتلة إسمنتية تمنع دخول السيارات وأول دراجات نارية بحيث أنه لا سمح الله تنفجر ضمن أهلنا لأنه انتهي يعني العدد السكان اللي موجود في منطقة عزاز عدد كبير جدا والأسواق عبتكون مقتزة بين الناس يعني فيها العدد كتير كبير من الناس يعني التاجر يتحمل الأمنيين في فترة العيد طبعا بيفتحولهم مجال بعد الساعة 12 للصبح أو للتنتين أنه يدخر بضعته ويطالع وكذا بس طالما أنه شغال السوق وضمن الناس موجودة عب يكون شوي شوي الأمر شديد على التجار بس لأمان للناس ولها ضمانة أنه الأب أو الأم تنزل تشتري لأولادها وترجع على بيتها هي مرتاحة أنه في ناس فعليا خايفة على أمنة وأمانة فيعني نتمنى من أخوتنا التجار أنه يتحملوا الأخوة الأمنيين بيومين أو بساعة أو بساعتين يعني فأمر طبيعي يعني بس بالأخير أنت ضمن منطقة يعني حتى الآن حرب يعني أنه نحن نعد أنه حتى الآن حربنا خائمة على بشار أسد فيعني ما نقول أنه نحن منطقة آمنة والليلة فيعني نتمنى من أخوتنا التجار يتحملوا الأمنيين بعملهم بس ولكن بالأخير دول العمل اللي عقوموا فيه والحمايتهم وحماية محلهم وحماية الناس اللي موجودة يعني نعم الانتشار الأمني حاليا في رمضان يكون مكثب بشكل عام والمقاصد يعني تكون حماية الأسواق بشكل رئيسي في العيد نشاهد يعني تخف الزح من الأسواق تكون منتشر أكثر يعني في موضوع الحدائق العامة والحدائق الخاصة وإلى غيرها من يعني المراكز المراكز التسليف في العيد هل هنا خطط لحماية يعني الأهالي في تواجدهم أو سنتواجدهم في العيد أكيد يعني هلأ كل السنوات السابقة بعد العيد مباشر بعد صلاة العيد مباشر أو مباشر بيتم إزالة الإسمنتية من الشوارع بيتم فتح الشوارع بشكل كامل هون يعني لا ننسى أنه أخوتنا بالأمن العام الشرطة المدنية والأمن العام موجودين يعني في الحدائق وموجودين في العيد فبيكون خف الضغط على كل المستلمين البلد خلينا نقول من الشرطة العسكرية من الجهاز الأمنية من الشرطة المدنية من كذا فبيضل الأمر روتيني يعني مثل الحياة الطبيعية اللي كنا عايشينها قبل أيام رمضان أو أيام فترة العيد فبترجع الحياة الطبيعية وبترجع في تدقيق وفي خطة أمنية الخطة الأمنية دائما موجودة أنت اليوم ما لك في بلد مستقر لا نقول أنه خطتك روتينية لا أنت ممكن يعني الجهاز الأمني ممكن كل يوم يحط خطط جديدة ويتحرك في اتجاهات جديدة يعني قالت لك أنه اللي يزير من الخير الشباب تعبانين جدا على حالهم وكثير يجتهدوا لوصلوا لهذه المرحلة واللي مستلمون يعني شخص كثير جيد وصل الجهاز الأمني لهذه القوة وأنه صار يعني فعليا أنه يقدروا ما عد نقدر نقول أنه هاي التفجير صار ضد مجهول وهذا الأتل صار ضد مجهول لا صار فعليا أنه يقدروا يشتغلوا ويجيبوا ولكن هذا ضمن متابعة ومسابرة وشتغلوا كثير أحاولون الله يزيرهم الخير فإجباري يعني بالأخير الجهاز الأمني بدي يكون به الكفاءة الموجودة لكل شكر لك يا ضيفي العزيز الأستاذ رأفة إجنيد مسؤول على العلاقات الإعلامية في الجبهة الشامية كنت ضيف أنا شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لقناة حلب اليوم طبعا يعني وشكرا للمشاهدين اللي عم شوفونا وبرجع بقى لك يعني هي الرسالة الأخيرة لإن شاء الله نحن دائما وأبدا نحن مع الجهازين دائما وأبدا والجهاز الأمني بإذن الله شغال ليلا نهارا على أمن وحماية المناطق المحررة إن شاء الله شكرا لكم والشكر موصول لكم أعزائينا المشاهدين على حسن المتابعة والاستماع وإلى حلقة جديدة وقضية جديدة نلقاكم في رعاية الله وحفظك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة